تملأ الآفاق عطراً ونوراً يملأ الآفاق ضياً والدعاء له آداب وله أوقات وله أحوال يكون فيها أفضل منه في غيرها ويكون أرجى للإجابة أولاً للإخلاص كما قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين فيخلص في الدعاء ويدعو بقلب حاضر ويوقن بالإجابة قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن وكذلك يعزم الدعاء ولهذا جاء النهي عن قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اليعزم المسألة واليعظم الرغبة لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه وكذلك تكرار الدعاء والإلحاح هذا يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد أن يلح وأن يكرر الدعاء فإن هذا أرجى للإجابة وكذلك هو أعظم شيء في قبول الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا ويتجنب الحرام قال صلى الله عليه وسلم فالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وكذلك يتحرى الأوقات والأحوال التي تكون أرجى لقبول الدعاء مثل الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وكذلك يدعو في آخر الليل في الأسحار يستوهر الله لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ثم يقول جل وعلا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فهذا في كل ليلة منه سبحانه وتعالى مع عباده يفتح لهم باب الدعاء ويعدهم بالإجابة فالدعاء في آخر الليل الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له فيتحرى المسلم هذه الأوقات الدعاء في عرفات يوم الوقوف كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والنصوص في الدعاء وآدابه كثيرة وأولفت فيه كتب مستقلة والله أعلم